السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال البيان أن الإفراج يشمل عشرة أسرى في روسيا من مواطني المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وكرواتيا وذكر البيان أن الجهات المعنية في السعودية قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم وإجراء نقل إبراهيم سعدون رفقة الأسرى الآخرين إلى مملكة العربية السعودية ما العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم الأصلية